شارك بضعة مئات في مسيرة نظيمة في ظل انتشار أمني مكثف في العاصمة واشنطن دعما لمحتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب اقتحموا مقر الكابيتول في أسادس من كانون 2 يناير ووضعت الشرطة التي فاجأتها عملية الاقتحام الزامية مطلع العام سياج أمنيا هذه المرة في محيط مجمع الكابيتول ونشرت عناصر مزودين بمعدات لمنع أعمال الشغب وطوابير من المدرعات وحصل منظمو المسيرة على تصريح لحج سبعمائة شخص بالقرب من الكابيتول ويشدد المنظمون على أنهم يسعون للفت الأنظار للأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية أعمال شغب السادس من كانون 2 يناير رغم عدم ارتكابهم أعمال عنف ولم يكن أعضاء الكونغريس داخل المبنى وتخطط لوك أهد أمريكا لتنظيم تجمعات مشابهة في أنحاء البلاد على مدى الأسابيع المقبلة ونشدت المشاركين احترام قوات الأمن والامتناع عن جلب لافتات تشير إلى ترامب ترجمة نانسي قنقر